أكدت الحكومة الإيرانية أنها تريد تطوير علاقتها مع دول مجلس التعاون الخليجي في المجالة كافة مؤكدة دعمها للأمن والاستقرار في المنطقة كما دخلت إيرانا في مرحلة جديدة من المفاوضات مع عمان بشأن تصدير الغاز إلى السلطنة قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن بلاده جاهزة لفتح قناة للحوار مع دول مجلس التعاون الخليجي للتباحث بشأن الأمور التي تهم دول المنطقة مؤكدا أن الشؤون الخلافية يجب أن تحل بمشاركة الدول نفسها وأكد روحاني خلال تصال هاتفي مع أمير قطر أشيخ تميم بن حمد الثاني أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية مستعدة لرفع مستوى التشاور مع الدول الجارة والصديقة بهدف الوصول إلى حلول مشتركة كما أكد روحاني أن الوصول إلى المصالح والأهداف المشتركة للدول التي تطل على الخليج يصبح أسهل في حال ازداد مستوى تعاون والمشاورات لدعم أواصر الثبات في المنطقة مؤكدا أن طهران تريد الخير والأمان للدول الجارة وفي شأن منتصل أكدت طهران أنها تخطط لربط سلطنة عمان بالغاز الإيراني عبر الاتفاقية التي وقعت بين وزير النفط الإيراني ونظيره العماني والاتفاقية تنص على تصدير عشرة مليارات متر مكعب سنويا إلى السلطنة حيث تأمل الأخيرة أن تصبح محطة لتصدير الغاز الإيراني مستفيدة من موقعها وعلاقاتها القوية مع إيران ويتم حاليا التشاور بشأن الأمور المتبقية لتنفيذ العقد وحسب الاتفاق فإن الغاز سيشحن عبر خط أنابيب طوله 260 كيلو مترا سيمتد عبر محافظة هرمسكان الإيرانية إلى ميناء سحار العمانية عبر الجانب الآخر من الخليج ومن ثم سيربط بالشبكة الداخلية فيها وإنه من المتوقع أن يبدأ تشغيل المشروع خلال ثلاثة أعوام